فير بلاي الحضور وليس مواطنة ماذا نحوي لك أخي؟ الحمد لله بخير أخي أعطيكم الصحة مواكبتكم الأحداث التي تحدث خارج تونس أعطيكم الصحة وإن شاء الله أنكم دائما متألقين أكيد هذا واجبنا ويجبنا نتبقى الكفاية التونسية المتألقى خارج تونس معز كما كنت نحكي تتويج بالدوبلي في ليبيا ليس غريب عليك التتويج في الظالم السعودية اليوم في ليبيا تجربة جديدة ليك زاد؟ الحمد لله رب العالمين هذه أنا الثانية تجربة في ليبيا تمشيت سنة 2017 مع الاتحاد الليبي عملت معي نتائج جدا ممتازة رفزنا بالسوبر عندهم كاس السوبر رفزت معهم بالدوري والكاس بطولة فيها وشاركنا وصلنا نهاية بطولة عربية نظمناها كان في سقيت الزيت في سفاقص ووصلت معهم نهاية كاس أفريقا كانت أول مرة فريق ليبيا في جميع الرياضات يوصل للنيائيات سواء عربية أو أفريقية وسنة رجعت مشيت للفريق الآلي فزت معه بالبطولة العاشرة كانت غايب عليهم مدة 15 سنة خزينة نادي الآلي مدى الثلثة 15 سنة السنة دي فلنا بدوبلي الحمد لله باي شرف لينا والتونس وكيما زملائي الأخرين اللي متألقين في قطر ولا في السعودية والحمد لله إن شاء الله أخي ديما الألقاب وديما شرفوا تونس ومنزلت ميم سفاقص موازمك موازمك معاك في ستاف معاد بدني من تونس كيف كيف أيضا معاك حتى من الملعبية صبح سعيد موازمك عنا معد بدني أشرف الشمنجي وكان في السلة زادة فاس بالتونائي في السلة وجاء معايا في اليد معنا على الحقيقة عاوني كدير يعطي الصحة وكان معايا كيني زادة مروان حمحوم من منزلت ميم زادة جاتوا شوية ظروف عائلية معنا ما كملش معايا المشوار زادة عطي الصحة وجبنا في البطولة اللي بي عنا الحق في باحترفت يلعبتنا في الدوري الكيس بدون محترفين جبت صبح سعيد لحقيقة عنا صبح خبرة وغانية على التعريف بقصني أنا منسق اللي يعطي الخبرة متاع ويعطيه من السق يعطيه مستقفة الفوز الحمد لله عاوني كتير وفوزنا بالدوري وبعد كملنا الكيس بالفريق متاعنا زادنا باك الخبرة اللي كتسبها من الدوري لحقيقة عملنا نهاية كيس ممتاع وفوزنا على طريق اللي باحتاج 29-22 مستقبل ويمش تواصل في ليبيا حب وجده معك نتصور أكيد فمعروض أخرى أم لا؟ والله الحالي فمعروض عندي عرض في قطر وممكن في الإمارات والحقيقة هم مرتاحة معهم زد ما عندي شوية ظروف عائلية زوجتي مرت شوية في الفترة حالية في الفترة حالية تساعدني ليبيا تقريبا لتونس وإن شاء الله هم الحقيقة لديهم الرغبة في التجديد لماذا لا نتحدث في هذه الحكاية سطحيا حاليا لدينا إجازة لدينا إجازة مع العائلة وإن شاء الله لديه الخير رب يسهل في ذلك معاذ عيش أغلب تجديد خارجية في تونس ما شفناك برشة في رقم خاصة ما زالت مخذيتش القيمة التي تستحقها في تونس رغم تألقك الخارجي والقابل توجد به والله أنا دربت سنتين في تونس في نسيرتي بعد ما وقفت نسيرتي كلاعب دربت اتحاد المنزل تميم الساملول عملنا نتاج ممتازة في القسم الوطني معنات أخذينا المرقبة يمكننا الخامسة بعد بشي دربت بعض ابني خيار عملنا تجربة ورجعت لمنزل تميم المرة الثانية عملنا نتاج ممتازة وبعد خرجت للسعودية لحقيقة لحقيقة راحتي البرال جاتني عروض في تونس معناه في رقمة جمال مرة ساقت زيادة عن طريق حكم الدول اللي فايش عبيد سعى جبدلي لحقيقة احنا عنا نظام لانه معناه إذا تدرب في الممتاز معناه يزمك تعمللت الحاق تعرف النوادي التونسية يساعدهمش باش يعطيهو راتب عالي مم وانا كان مدرب زادة كان حمنا عملنا الحاق وانا نقل الشغل متاعي في اسفاق سولي تايم كان طولي فم صعوبة باش ترجع للولاية متاعك مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم هذا جديد باركب أص planeta مممممممممم solبه وقع للحك Juice جمال مهم كل اللي يدربوا لحقيقة كفاءات بي نحكيه ساعات في الموضوع ان شاء الله كان جاءت فرصة تستحق خيرك هكذا لقي راحك أنا في كل مكان نمشي الحمد لله خليت بصمتي معنا مشانة بركز وملاي لكل الحقيقة ان شاء الله القادم مفضل تستحق اكيد كل خير ان شاء الله نشوفوك في تجربة خير لما لا في واحد من الفرق الكبيرة في تونس ولم لا المنتخب أيضا نعرفك تموح معز ولا بطبيعا فماش مدرم مشطموح حتى سيسام استعيدي زميلي وان شاركو بي ونس كل واقتين معا وان عاونو حتى بالكلمة الطيبة وان شاء الله كان جاءت البصة علش لها ان هذه المموضوع دين في خدمة شواء النوادي حتى فريق نتاعي الأم من زلتني ولا منتخبات ان شاء الله يعطيك صحة معزلة لتدخلك معنا وبالتوفيق ان شاء الله عايش وبرك الله وفيكم مرة أخرى يعطيكم الصحة وربي وفقكم شكرا الله خليق دونك كيرين معنا معز بنحفوظ حكينا على التألقو في ليبيا تتويجو بالدوبلي البطولة والكيس موزيكا الأخبار وبعض رجعين